هلا بالغوالي وحباب قلبي كاملين معكم بتحضير طبخات حلبية المكون الرئيسي فيها الأرضي شوكي باعتبار هلأ موسمه اليوم رح عمل سماية الشوكي تنطبخ بنفس احماض وصلصة سماية البنجان تماما بس بدل البنجان ما نحطشها قف الشوكي باكلم الاكلات الحلبية المفتخرة غالبا بنقدم بعزي من التيل المنظومة بيتقدم معها كبّة مدعبة لمسلوقة سلوء وممكن تكون الكبّة ملقوزة اتنيناتهم عجينتهم تتحضر بنفس الطريقة تماما بس بيختلفوا بالشكل ومنهم بيحشوا الكبّة مدعبة بالشحمة واللحمة ومنهم ما بيحشوها بعلا حدا يتلبس راسي ويقول لي ما بصي الكبّة ملقوزة مع السمائية حاكم نحن الحلبية النباتك بالاكل ما مشبهو شي بالدنة هلا يسلمنا ويسلم الجميع الهي يلا راحين نبلش فورا بشرح المستلزمات لتحضير طبخة سماية الشوكي بتكفي ست سبع اشخاص بدنا عشر شوكيات على الاقل كيلو لحم شقف اذا بعض ما بتصير الاكلة انظم وانظم انا راح احط مع شقف اللحمة ربع كيلو دهنة شقف لانه لحم تينيش في قترة واصول السمائية تكون الدهنة تصبح على وجه سبيحة ربع كيلو سماء حب وبدنا معلقتين كبار دبس البنادورا معلقة طعام نعناع يبس توم كميّا بحبحة يعني اذا هرسناه هون يطلع عملات معلقة كبيرة هدول هنه انغراض سماية الشوكي يلا راحين نبلش التحضير ننقع حب السماء بلتر مي غالية ومندشره شي ساعتين ثلاثة معلاش حتى اذا ردته تنقعه قبل بيوم مي عادية كمان بصير بعد ما ينتقع منصفيه على مصافي نامي التفل اللي بيطلع منه كمان منحط له مي ومنرجع من عصوره ومناخد السوائل منه هاد منقول عليه التنو ببقى سيط قترة بس كلا على قلب بعضهم بمشي حالهم وهي مستخلص حمض السماء اكتر من ثلاثة اذا تحبوا الحمض اضعوا كلهم لا تتعبلوا الحمض كثير اضعوا حوالي نصف الكمية مبدئيا وبعدين تضيفوا شوية شوية لحتى يزبط حمضة مثل ما بتحبوه تتعبلوا اضفت عليه التوم المهروز دبس البنادورا وهي النعناع اليابس نقوم بتحريكة جيدة نقوم بتحريكة جيدة نقوم بتحريكة جيدة والشي اللحم يقوم بتحريكة جيدة لمنع الماء معظمة اضعوا اللحم نقوم بتحريكة جيدة الظفرة إذا طلع لهم زفرة عموما من الشعف زفرتهم قليلة ولكن اللحمة بعد ما تطلع منها زفرة أكثر ضروري نشيلها حتى لا تسفر الأكل بالتفوير لا تضم لها على طاق المي نضيف خليط الأحماض على اللحمة ونجعلها تكمل سلقة بقلب الحمض الحمض الظهرية هري وخصوصا إذا كانت اللحمة طرية مأخوضة من المثل أو الكتف أو الرعبة يامو يامو تعرفوا هدول شعف الدهن الطائفات على الوجه؟ هدول قطيب من اللحمة ذات نفسه يا لطيف شبيعة وزكاوية للأكلة إذا الواحد صحته ما بتساعده ليأكل كلها الدهون بلاهم طبعا منشيلهم على جنب الصحة أهم الطيبة والزكاوية وكل الحكي اللي قلت لكم يا قبل بشوي هاي استويت اللحمة تعريبا هلا منضيف عليها قطعة الشوكي الأخضر لا بده لا سلق ولا تقلاية منقطعه ومنضيفه على حاله للمرأة إذا كانت السمائية بالبانجان اعملوا نفس الخطوات تماما مع استبدال الشوكي بالبانجان طبق لأصل كل المراحل وممكن ينحطو 2 سوابانجان وشوكي منضيفه حلاء بنضبط ملحة إذا دقتوا المرأة وحسيتوها حمضة وفرقا عيد ممكن تضيفوا قطرة مية عادية لحتى تزبط حمضيتها وتصير بقبولة وممكن كمان نغششها بمعلقه صغيرة سكر شي يكسر حمضيته قطرة ودخلكم دخلكم إضافة معلقة السكر خلوها بأناتنا ولا تجيبوا سير تهدام حدا حلا بي والله ما بخلص من لسانهم سكر للسفرجاليه السماعيه ما بديه بس متل ما قلتلكم معلعة صغيرة سكر ما بتأسير بس تكسر درجة الحموضه الزايده يلي ما بتقبل الحمض ما يغطي الطنجرة ومندشرا على نار وسط لحتى يستوه قطع الشوكي تماما سمايتنا المنظومه خالصه وصارت هيره للتقديم قال لي عبدو ما زال تكلفنا وتكلفنا وحطينا الفونه والتحتنا مشان نطبخ ومصور سمايت الشوكي ايش رايك نهزم اختي فخره مبيض وتقدامه لهون كنا اصحابه حباب بعدها صار ما بقدر احكيكم وقدروا بسمعتي وسمعت ابو عباد وفهمكم كفاية تقدروا تسألوا جيران الفونه والتحتنا بحبروكم نصات تماما الله يستر علينا بس متل ما قطت لكم اصول السمائيين حط بقلبك كبة مدعبة لمسلوقة انا عندي بالفريزر كبة ملقوزة ومسلوقة حطيتها بدال لمدعبة لي نفس بعضهم مع اختلاف في الشكل لا اكتر ولا اقل اكيد انتو متلحكيتي تذكرتو صفار العيد وجمعت الاهالي بالعيد وروايح الطبخ الفايحة بالبيت وابا عبد المصري يكتبلي عن هالذكريات ويبكيني الله يسامحك بس يا ابو عبيت انا انا قصي حدا يرشلي على الجرح ملح متابعينا الاكارم وصلنا معكم لنهاية الفيديو متمنى تكونوا عضيتوا معنا وقت مفيد وشفتو شلوم بتتحضر السماعية الحلبية بكل تفاصيله وكتير من متابعينا كتبولي انو بدن سماية الشوكي هاي سماية الشوكي قدمتلكم وصفته وشكرا لمتابعتكن واهلا وسهلا فيكن دايما بقناتنا المتواضعة اشتركوا في القناة